الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين فما أجمل أن نتزكى لقاء الله عز وجل وهنا نقف مع بعض أسماء القيامة وأحوالها والوقفة الأولى في صوات غافر حيث يقول الحق سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمض ربهم ويؤمنون به ويستغفعون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ليسهم فقط بل ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ويقول سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم زريتهم بإيمان ألحقنا بهم زريتهم الزرية الصالحة والولد الصالح على أثر أبيه العباة بالأعمال لا بالأنساب فعندما قال سيدنا نوح عليه السلام رب نبني من أهلي جاءته الإجابة يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فالعباة هنا ليست بالأحساب والأنساب وإنما هي بحسن الطاعة والإخلاص لله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم زريتهم بإيمان ألحقنا بهم زريتهم حتى الملائكة تقول ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقضى حمته وذلك هو الفوز العظيم نسأل الله أن نكون منهم وأن يدخننا الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين أما الصوات الثانية المقابلة ففي قوله تعالى إن الذين كفروا نادون لمقط الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل هل من عودة إلى الحياة الدنيا لنستدري كما كان وأهل الشقاء جميعا يتمنون العودة إلى الحياة الدنيا ولكن هيهات 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 حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في صوات فاطر والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها يصرخون بأعلى أصواتهم لم يقل يصرخون وإنما عبر النص القرآني بقوله تعالى وهم يصطرخون فيها وزيادة المبنى زيادة في المعنى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولكنه ندم بعد فوات الأوان وحصرة بعد فوات وقت الندم وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم أولم نعطيكم الفرصة في الحياة الدنيا وجاءكم النذير الرسول نذير والقرآن نذير والموت للأهل والأصدقاء والأقابين والغاباء نذير والجوائح نذير والتوارع نذير والآيات الكونية نذير وما نرسل بالآيات إلا تخويفة إن ظان من الله عز وجل وكل شيء لك نذير بعض الناس يقول يوم القيامة لو أعطيت الفرصة بعض الناس ها هم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا فكر الآن وكأنك قد مت ووقفت بين يدي الله وأعطاك الفرصة وأنت الآن في فرصة وهذا الحديث نذير وهذا الحديث بلاغ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فزوقوا فما للظالمين من نصير نسأل الله حسن الخاتمة نسأل الله العفو والعافية نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته